في سؤال مهم قوي هل وجود ثلاثة في خط الدفاع والسلاسي ده قال للعدد اللعيبة بتاعت الوسط المعتدين للمغرب يعني في العادي المغرب بتلعب بأربعة مدافعين لعب وسط واثنين معايا بيسندوه وسلاسي أماني وبالتالي الثلاثة دول بقوا اثنين وبالتالي انت بقى عندك ناقص عددي هنا فإيه الحل للموضوع ده فوليد الرجراري فكر في انه عشان يزبط التوليفة خلونا نقدم الخط الخلفي شوية خلونا نراهن على ان العية بتاعتنا قادرة تحمي مساحات أكبر في أرض الملعب هنا المنتخب المغربي اتضرب في أول خمس دقائق بالسوق حظ في الحقيقة على قد ما هو قوة كبيرة للمنتخب الفرنسي قوة كبيرة لان انتون جيزمن استفاد من انه في الأول في الآخر المنتخب المغربي اتضرب في حتة ان الدفاع بتاعه اتكشف في الشكل ده فاتفتحت مساحة حطت الراجل ده انتون جيزمن واحد على واحد مع مدافع المنتخب المغربي وقدر ان هو يعمل حجس ما فيكرا انه يقنعه انه سيروح له قدام فيبعد عنه بعد ذلك يرجع لورا يقرب يلعب معه يعني يضحك عليه بمعنى قدق فبالتالي اللعب واقع وانتون جيزمن قدر انه سيستلم الكورة وينفرد به المرمى وبعد ذلك كلكم زي ما انتم عارفين ان المنتخب المغربي بالكامل جري على كيلين مبابي لان كيلين مبابي هو اخطر لعبي المنتخب الفرنسي وهنا كانت المره الوحيده التي تقدم فيها للأسف هدف في الدقائق الاولى غير شكل المنتخب المغربي خالص هنا كان قدام المنتخب المغربي حاجه من اثنين ايما يستسلم ويبقى واضح خلاص ان الموتش مش بتاعه وان فيه فرق قوة الحاجه التانيه ان هو يقدم قوة في المواجهة قوة بمعنى ان هو خلاص طالما انا كده كده الخسران تعالى العب مبارا كبيرة بصراحة يمكن كمان الظروف ما خدمتش اوي المنتخب الفرنسي انه يحافظ على الشكل بتاعه وخرج سايس ونزل سليم املاح لاصابة سايس فبالتالي تغيرت الخطة وعادت مرة اخرى الى 4.4.2 وهنا نقطة مهمة جدا ان احنا نتكلم فيها خلينا بس نعيد رسم المنتخب مرة تانية ونقول ان المنتخب المغربي بقى بيلعب اربعة مدافعين وبعد كده لعاب ارتكاز وقدامه اثنين وسلاسي امامي حلو الكلام المنتخب الفرنسي بيلعب بالشكل ده ورسمن دمبل بيرجع كليان مبابي ما بيرجعش لكن بينوب عنه في الرجوع انتون جريزمان خلينا هنا بقى نتكلم عن نقطة مهمة اوي منتخب المغربي اخد رزق عنيف بان قلب الدفاع هو اللي يستلم كليان مبابي واشرف حكيمي يلعب بشكل مفتح لكن علشان خاطر الفرقة تبقى متأمنة بطريقة او باخرى فخلي سوفيان مرابط برضو مأمن المكان ده ومزراوي ما بيلعبش فاتح الملعب مزراوي بيلعب للقلب ليه مزراوي يلعب على القلب علشان خاطر يدي امان للمدافعين ان هما يروحوا مع تيليان مبابي زي ما هم عايزين لان فعليا اشبه بان كان فيه اثنين سنتر باكس حلو الكلام؟ فيبقى موجود مزراوي في العمق زي اللي بيعملوا بيب جورديولا يدي ارياحية شوية للمدافعين وما يبقاش الرزق عالي مية في المية المشكلة كانت خالص مش هو الكرة مع المنتخب الفرنسي المشكلة كانت هو الكرة مع لعبة المنتخب المغربي ليه؟ لان انتون جريزمن كان بياخد سوفيان مرابط برضو يمنعه من ان يوصل له الكرة والرجل ده كان هو الحل السحري في ارض الملعب دائما للمنتخب المغربي علشان كده كان سوفيان مرابط من الزكاء من هو بياخد مع اللاعبين ويفتح مساحات تمرير لزميله بحيث ان هما يباصوا يعني انتون جريزم أسف وليفي جيرو مسكني مش مشكلة تعالى معايا جيرو برا علشان خاطر السنتر باكس بتوعي يقدروا يعملوا التمريرات والمزراوي يتغير في اشروط تاني بيحيي عطيت الله لكن في النهاية نفس اللعبة فضلت تتعمل فشوية ده الوقت اللي منتخب المغرب قدر ان هو يحاصر فيه المنتخب الفرنسي تماما يحاصره لدرجة ازعاجة المنتخب الفرنسي بشكل كبير جدا ويجعل ده دي دي شون يتحرك بشكل مغير شوية انه اما خرج بقى وليفي جيرو ونزل مكانه ماركوس سيرام حط كليا نمبا بي راس حربة لان كليا نمبا بي ما بيرجعش يدافع فالجابهة دي فيها عدد كبير جدا من لعبي المنتخب المغربي وزي ما قلنا مزراوي او كنائحي عطية الله بيدخل للقلب كمان فمدي عدد كبير للمنتخب المغربي في الجابهة دي وفي نفس الوقت عثمان ديمبيلي كان ابتدت البطارية بتاعته طيف ده فابتدت الجابهة بتاعته بتاعت كوندي كمان تبقى مستباحة فابتدى المنتخب المغربي يبقى بيروح على الجول كتير وبيستكشف مناطق المنتخب الفرنسي كتير هنا زي ما قلنا مبا بي دخل القلب علشان خاطر ماركوس سيرام يقدر يرجع ويداتع بشكل جيد والمنتخب الفرنسي يبتدى مرة تانية يحاول يحط العدد كلها ورا الكورة بحيث انهم بس يعتمدوا على الهجمات المرتدة اللي بتعتمد على التحركات بتاعت الراجل ده كيليا نمبابيه اللي يحاول ياخد اللعيبة حواليه وبعد كده لما يستلم الكورة من اي مكان وده الاسلوب اللي بيلعب يمسي استخدمه كيليا نمبابيه في تلك المباراة وقدر ان هو يلم فعلا لأحواليه اللعيبة وبكورة ضالة يسجل المنتخب الفرنسي الهدف التاني اللي قتل طموح المنتخب المغربي اللي كان دايما قادر على العودة لأحواليه الهدف التاني اللي خلانا اخر طموحنا نلعب على التالة والرابع وان كان بصراحة ان التالة والرابع ده مش الحاجة اللي بحبها في كورة القدم بس نرجع بمداليا يا رجالي يعني ده الحاجة الوحيدة اللي واحد ممكن يحس بها في التوقيت الحالي